ويوجد بها محلات وطبقت نظاما على جميع أصحاب المحلات يقضي بتغريمه مئة ريال عند قيامه بشرب الدخان داخل المنشأة السؤال هل عمل الاجتهاد هذا الصحيح رغم أنه من فضل الله فيه أثر حيث أن كثيرا منهم قد ترك الدخان وهل يجود شراء أشرطة أو ما ينفعهم بهذه الغرامة أو يدخلها في صندوق المنشأة يا أخي مش سؤاله تعمل هذا العمل اللي ما يترك الدخان اطرده وفصله قاله يروح لا تغرمه لأنه لي جزء لأموال الناس بدون حق فاللي ما يلتزم بالشرط يفصله ويجب غيره والحمد لله وإذا طرد من العمل سيرتستيع ويترك الدخان بدون أن تغرمه غرامة وتأخذ منه مموال نعم حسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول